مساء الخير في عنوين هذه النشرة هجوم مسلح داخل مجمع للسينما في ألمانيا ومقتل المنفذ وفي لبنان تحذير موثق عن سيارة إسعاف مفخخة واستنفار أمني معلومة الإسعاف صحيحة وهي من الدرجة الأولى يعني المصدر الذي جاء بهذه المعلومة هو مصدر أجهز الأمني اللبنانية تقاطع مع معلومات جهاز أمني جملات أفضر على مائدة الوفاء والمقاومة نحن سبق وإنه أكثر مرة إذا كنت هناك ما يستوي الحصول هذا الإصلاح لا مانع من حصوله ولا وإنه ليس مطروحا في هذه اللحظة القرار الظني في قضية ناتالي سلبان العاملة المنزلية أغرمت بزوجها فقتلتها تكيب جرائم مش مبرر لأي أحد بيطانيا تستفتي بقاءها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما لو أخذوا أرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدت تبرز عقبات كبيرة رونالدو رمى المايكروفون ومطاردة مباشرة على الهواء وفي ترنز اليوم السيدة الأولى على سناب شات تفاصيل هذه العنوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل أهلا بكم على صافرة تحول ليل الضاحية الجنوبية إلى خلية أمنية استدعت إلى جانب الأجهزة الأمنية ظهورا مسلحا علنيا لأمن حزب الله ففي تكتيك جديد رسم الإرهاب خريطة طريق للإفلات من عيون الأمن التي تراقب المداخل المؤدية إلى الضاحية بأن يفخخ ما لا يمكن الاجتباه فيه ولو عن طريق الشك سيارة إسعاف ملأة بالمتفجرات يجوب بها انتحاري الطرقات بحثا عن بقعة خرق للوصول إلى قلب الضاحية وتنفيذ جريمة توعد بها داعش وتنظيم النصرة لياليا لبنان الرمضانية لكن على موائد الرحمن ثمت بقعة ضوء جاءت من الضاحية نفسها حيث حل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط ضيفا صائما عن الكلام لا عن التغريد فأفطر على مائدة كتلة الوفاء للمقاومة وتقاسم الخبز والملح مع رئيسها محمد رعد وبتأكيد من التقدمي فإن التواصل مع حزب الله لم ينقطع على المستويات كافة وأنه إذا كان هناك ما يستوجب حصول لقاء بين جنبلاط والسيد نصلا فلا مانع من حصوله الغرام المستتر بين الحزبين ما كان ليخرج إلى العلن بمائدة إفطار بل بموائد يضع المنيو خاصتها لعبون كبار وعلى إحدى هذه الموائد كان لقاء وزيري الخارجي الفرنسي والإيراني وبعد اللقاء خرج صريح الكلام بصريح العبارة اقترحنا إمكان التوصل إلى مبادرة يمكنها أن تخرج لبنان من أزمته الحالية لا أحد يستطيع وضع فيتو على أي طرف ويتعين علينا أن نسهل الحل غير أن طريق الحل لم تشق من الإلزي بل من مفاعل حل أزمة اليمن في الكويت والتي ستنسحب على غيرها من الأزمات وعليه فإن الحل في لبنان يبدأ من اليمن والقوى السياسية اللبنانية تركت ضفة النهر وتعيد تموضعها على رزنامة الخارج وفيما بريطانيا مأخوذة بنشوة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بتشجيع أمريكي طلقت ألمانيا ضربة في مجمع لدور السينما حيث أقدم مسلح على اقتحام المجمع فاتح النيران رشاشه على الرواد فأوقع عشرات الجرحة واتخذ رهاء قبل أن يرديه رجال الأمن ويصنفه وزير الداخلية مختلا عقليا لا إرهابيا بداية هذه النشرة من الخبر حيث أعد خبر الاشتباه بسيارة إسعاف مفخخة قد تدخل الضاحية أعاد شبح الهاجسة الأمني إلى الضاحية التي عانت من سلسلة تفجيرات كان آخرها في تشرين الثاني من العام الماضي فيما أول انفجار هز الضاحية كان في الخامس عشر من آب عام 2013 حيث تفجير سيارة مفخخة بين منطقتين بئر العبد ورويس أدى أنذاك إلى استشهاد 24 شخص وجرح 200 أما الانفجار الثاني فوقع في الثاني من كنون الثاني عام 2014 وهو تفجير انتحاري في حالة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت أدى إلى استشهاد وجرح نحو أدى إلى استشهاد العشرات وجرح نحو 80 تبناها أنذاك تنظيم داعش الانفجار الثالث في 21 من كنون الثاني عام 2014 في حالة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت وتبنت جبهة النصرة أدى إلى استشهاد خمسة وجرح نحو خمسين نصر خير شباب أعطيكم أعلى فعافي بس أتأكد على الشغلة لو سمحته الليلة ولا إشعار آخر ممنوع ولا سعر سعر تتحرك بكل المفوضية إلا بعلم مصبخ من العمليات أو طلب إذن حتى العمليات بلغ القوى الأمنية السيارة عاية خطة تمشي مهما كانت الحالة خطرة لأنه في سيارة وضع مشبوه ليلة الأربعاء لم يكن عاديا في الضحية الجنوبية لبيروت معلومة أمنية عن انتحاري ينوي تفجير نفسه بسيارة إسعاف استنفرت القوى الأمنية وعناصر حزب الله بسلاحهم الظاهر بشكل استثنائي انتشروا في كل من داخل المؤدية إلى الضحية وأمام المستشفيات وفي المعلومات أن عناصر الحزب كمنوا بعد حواجز الأمن العام وقوى الأمن والجيش اللبناني التي فتشت ودققت في سيارات الإسعاف كافة الداخلة إلى الضاحية الناس بالفترة الأخيرة عم تشوف عدد من الوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوسائق درجتين درجة أقل خطورة لأن المصدر أقل معرفي ودراي ودرجة أكثر خطورة لأن المصدر يكون أكثر علماً والتساقاً بهذه المعلومة معلومة الإسعاف صحيحة وهي من الدرجة الأولى يعني المصدر الذي جاء بهذه المعلومة هو مصدر أجهزة الأمنية اللبنانية تقاطع مع معلومات جهاز أمن المقاومة على أن هناك نية بتفخيخ سيارة إسعاف داخل الضاحية الجنوبية ومن الطبيعي وقت اللي بتقول أنت إسعاف بتكون المستشفيات هي الأكثر عرضة أو احتمال نهاية كانت الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط المستشفيات الأساسية بالضاحية الجنوبية صحة المعلومة الأمنية لم تمنع وقوع التباس في معلومة أخرى فمع انتشار خبر سيارة الإسعاف المفخخة اعتقد بأن السيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ما دفع بالجمعية إلى إصدار بيان نفت فيه كل ما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ونفى البيان أي صلة للصليب الأحمر بسيارة الإسعاف في الخبر المنشور وطالب البيان بعدم زج اسم الصليب الأحمر اللبناني في أخبار كهذه الخطر الإرهابي على الضاحية مستمر على الرغم من الاستنفال الأمني الواسع نظرا إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية وحزب الله بوجود نية لدى النصر وداعش بتنفيذ عمليات إرهابية خلال شهري رمضان آدم شمس الدين قناة الجديد وإلى ألمانيا اطلاق نار ورهائن وجرح في دار السينما في فيرنهايم الألمانية الشلطة تضرب بيد من حديد والمنفذ مختل عقليا بعد أيام على واقعة أورلندو في ولاية فلوريدا الأمريكية هجم مسلح ملثم زوار دار السينما في مدينة فيرنهايم الألمانية الواقعة غربي ألمانيا قرب فرانكفورت بعدما أقدم على فتح النار على زوار السينما ما أدى بحسب الأرقام غير النهائية إلى إصابة نحو خمسين شخصا بجروح وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المسلح كان يحمل بندقية وحزام ذخيرة فتح النار بعد أن تحصن داخل المجمع وقام باحتجاز رهائن ممن كانوا في الدار هذا الواقع لم يدم طويلا فرقة من العمليات الخاصة طوقت المكان مستخدمة للغاز المسيل للدموع اقتحمت المجمع واعتقلت الفاعل ثم أردته بحسب ما أعلن وزير الداخلية الألماني الذي أكد لاحقا أن الفاعل مختل عقليا من دون أن يذكر هويته قضية مقتل ناتالي سلبان على يد العاملة المنزلية تعود إلى الواجهة بعد كشف القضاء الملابسات كافة حب العاملة للزوج المتهم الأول لم تكت تغيب قضية مقتل ناتالي سلبان على يد عاملتها المنزلية عن أذهاننا حتى عادت من جديد بعد نحو ستة أشهر حيث كشف القضاء اللبناني ملابسات الجريمة وأصدر قاد التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله قراره الظني طالبا إنزال عقوبة الأدام بحق العاملة المنزلية الفلبينية جينالين جونكو نحن اليوم قدام قرار ظني بالتالي هذه أول مرحلة من المراحل المحاكمة بعد في عنا مراحل تانية في عنا قرار اتهامة بيزرها الهيئة الاتهامية وبعدين المحاكمة أمام محكمة الجينيات اللي ممكن تظهر أمور تانية كتير ممكن تغير بكل إجراءات المحاكمة المدعى عليها اعترفت بإقدامها على قتل المغدورة ناتالي سلبان عمدا من خلال ضربها بواسطة إناء زجاجي وأدوات حديدية مخصصة للرياضة وذلك على خلفية حبها للزوج وغيرتها عليه ونظرا إلى معاملة الزوجة السيئة لها وهي كانت قد حاولت في اعترافاتها السابقة إلصاق التهمة بالزوج لكونه لم يسأل عنها في مكان احتجازها والذي بدوره اعترف بوجود علاقة بينه وبين العاملة مصنفا ذلك في إطار النزوة وأن زوجته لم تكن تشق يوما في وجود تلك العلاقة إنما كانت فقط حدت الطباع نوعا ما فيطرح البعض التساؤل على من تقع المسئولية في حوادث كهذه طبعا ارتكاب جرائم مش مبرر لأي أحد مين ما كان يكون شو مكان ظروف حياته إذا كان صحيح الإرادة وحر الإرادة والإدراك لا يجوز أن يرتكب جرم ويجب أن يعاقب مين ما كان يكون هذا الشخص نحن ممنوع أننا جلاد وضحية بنفس الظرف ربما تكون بظرف معين هي ضحية لظرف عمل معين أو انتهاك بحقها وربما تكون جانية في مكان آخر إذا ارتكبت جرم بحق أشخاص آخرين بين الضحية والجلاد ظاهرة العاملات الأجنبيات واحدة من ظواهر مستشرية في المجتمع اللبناني وما على المجتمع إلا تحمل تباعتها جوال الحجموسى قناة الجديد لبى النائب وليد جنبلاط دعوة حزب الله إلى الإفطار قبل ثلاثة أيام في مبنى كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فعور ونجله تيمور واستقبل الوفدة رئيس الكتلة النائب محمد رعد والوزيران محمد فنيش وحسين الحش حسن والنائبان حسن فضل الله وعلي عمار ورئيس وحدة الارتباط والتنصيق وفيق صفا وكان الهدف الأساسي من اللقاء تعزيز التواصل المباشر بين الطرفين وقد تخلى له تبادل لوجهتين نظر في مختلف الملفات مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي رئيس أكد في اتصال ضمن برنامج الحدث أنه إذا كان هناك ما يستوجب حصول لقاء بين جنبلاط والسيد نصر الله فلا مانع من حصوله لكن لا شيء من هذا القبيل الآن التواصل مع قيادة حزب الله تواصل مستمر ودوري وشبه منتظم بلقاءات إما بين قيادتين الحزبين أو بين النواب والوزراء أو بين مسؤولين المناطق وبالتالي هذا اللقاء لا يخرج عن هذا الإطار نحن صحيح في أن خلاص بوجهة النظر مع حزب الله بعدد من القضايا الكبيرة ومعروف هذا الأمر ما نصر ولكن نحن أيضا نتواصل مع حزب الله منذ زمن نعم لصيغة سمينها تنظيم الاختلاف السياسي بمعنى أن يكون هناك تدين بوجهة النظر الصحيح لعدد من القضايا ولكن هذا لا يمنع التشاور والتواصل وحس الأشياء تركز وهي تركز مع حزب الله ومع باقي القوى السياسية حاول سبل تفعيل العمل الحكومي في ظل انسداد الأفاق على المستوى الرئاسي حتى اللحظة وفي ظل تعثر عمل المؤسسات السورية على أكثر من مستوى نحن سبعونا أكثر المرة إذا كان هناك ما يستوجد حصول هذا اللقاء لا يمنع من حصوله ولو أنه ليس مطروحا في هذه اللحظة بذات المهم أن التشاور موجود والتواصل موجود مع حزب الله كما هو وقع مع مختلف القوى القوى السياسية الجلسة الواحدة والأربعين لانتخاب رئيس للجمهورية بحضور أقل من المعتاد أو بحضور أقل من المعتاد والثالث عشر من تموز موعد الجلسة المقبلة مع تخط جلسات الانتخاب الرئاسية الأربعين تقلص معها عدد النواب المشاركين إذ لم يسجل حضور سوى ثلاثة وثلاثين نائبا حتى إن التصريحات عقب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب كانت قليلة مقارنة بالجلسات السابقة جلسة اليوم اللي هي جلسة الواحدة واربعين ما هي اللي بتأكد على واقع إنه الجريمي بحق لبنان مستمر والله يسامح المجرمين اللي عم برتكبوا هز الجريمي بحق الشعب اللبناني بحق مستقبل لبنان هذا البلد عم ممر بمراحل خطرة وكل جمعة بتمر بدون انتخاب رئيس بدون رئيس الخطر عم بزيد على لبنان إذا كان الموضوع موضوع دوحة لبنانية فهذا مرفوض رفضا باتا وإذا كان الموضوع مطروح أن نتطاول على النظام والنسعى لتغيير النظام فهذه أمور خطيرة أما إذا كان الموضوع لمناقشة أمور بلد فهذه السلة المتكاملة أو الكاملة يجب أن تشمل قبل كل شيء السلاع غير الشرعي لحزب الله وكنا نبحثه في استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وأن تشمل الالتزام بإعلان بعبدة وعلى همش الجلسة كان لقاء ضم الرئيس فهد السانيورة والنائبين ياسين جابر وجورج عدوان وجرى البحث في المقترحات المقدمة للحل المشكلة يأما أنه يقعد طيار المستقبل والعيمة يتفاهمه يأما المشكلة التانية أنه نروح على أنون انتخابات جديد ونعمل انتخابات وننتخي برئيس وقد حُددت الجلسة المقبلة في الثالث عشر من تموز المقبل على أن تتزامن وجلسة اللجان النيابية المشاركة التي يفترض أن تستكمل البحث في القانون الانتخابي بأس العريض قناة الجديد بعد أن كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تقدمت بطلب نتائج فحوص الديانائيل القائد في حزب الله مصطفى بدر الدين اليوم المحكمة تعلق أعمالها حتى ثبوت وفاة بدر الدين الذي يسقط المحاكمة والاتهام عنه والمحامي الموكل الدفاع عن حقوق ومصالح بدر الدين أنتوان قرقماز يلفت في حديث إلى قناة الجديد إلى اكتمال عناصر إثبات الوفاة بحسب القانون والأصول اللبنانية إشارة إلى أن بدر الدين كان قد استشهد في سوريا في أيار الماضي ما نعلن خبر وفاة القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين حتى انقسمت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان حول كيفية اتلقوا في الخبر بين جناحين جناح لبناني وجناح أجنبي ففي غرفة الدرجة الأولى قرر كل من رئيس الغرفة ديفيد راي والقاضيين نيكولال تييري وجانت نوثوردي استئناف المحاكمة كما هي لعدم ثبوت الوفاة بشكل قاطع في مقابل معارضة القاضيين اللبنانيين لهذا القرار وليد عكوما مشلين بريدي القراءة هنا بتدل على شيء أن القضاءات اللبنانيين هم على اطلاع أكثر من الآخرين على العادات على القوانين اللبنانية المطبقة لاعتبار الشخص أنه متوفي استأنف فريق الدفاع عن بدر الدين وعلى رأسهم المحام يأنتوان قرقماز هذا القرار مقدمين أدلتهم على ثبوت الوفاة وبالتالي وجوب إسقاط المحاكمة عن بدر الدين مطالبين بتعليق المحاكمة حتى البت بالاستئناف وتقديمنا للاستئناف ما بيمنع كان من الغرفة أن نتكمل المحاكمة نحن اعترضنا على هالشيء هيدا وقلنا أنه لا المحكمة المحكمة البداية ما لازم تكمل لأنه في استئناف ونحن بننطر لازم ننطر قرار النهائي تبع الاستئناف لحتى نعرف إذا كان الإثباتات اللي قدمناها كافية ولا غير كافية وهيدا الدفاع نحن قدمناه من جمعة جمعة ونص ومحكمة وغرفة الاستئناف عطيتنا حق وعلقت كل الجلسات وعلقت المحاكمة لحين إصدار القرار النهائي بالأساس يبقى السؤال عن حق المحكمة بمطالبة الدولة اللبنانية بفحوص الحمض النووي أو صور للجثمان لإثبات الوفاة أمر يصر قرقماز على عدم جوازه ما ضروري أبدا ولا قانوني أبدا أنه تفرض المحكمة على الدولة اللبنية أن تعمل ديناي لأنه ما في خلاف على وفاته من قبل عائلته من قبل أشخاص المقربين إله يعني كافي بحد ذاته رغم كل شيء اللي نقال كافي بحد ذاته لاعتبار الشهيد بدر الدين متوفي يرى قرقماز أن الإقرار بوفاة بدر الدين سيحصل عاجلا أم آجلا تطور ستكون أثاره ضخمة على مجرى التحقيقات حيث سيتم تعديل القرار للاتهامي لإلغاء أي ذكر له وستسقط المحاكمة عنه مما سيكون له ارتدادات أيضا على مسار محاكمة المتهمين البقية مع منع ذكر أي صلة لبدر الدين قبل الادعاء بصورة اتهامية صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير أكد وزير الصحة وائل أبو فعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني أن الأفق الرئاسي في هذه اللحظة مقفل والنقاش مستمر حول قانون الانتخاب هناك الكثير من الخلافات حول عدد من الملفات ستكون المرحلة القادمة مرحلة محاولة إيجاد حلول لبعض هذه العقد على أمل أن يكون هناك انطلاق جديد لعمل مجلس وزراء طالب وزير الأشغال غازي زعيتر في مؤتمر صحفي بلدية بيروت بالعودة عن أي مخالفة مرتكبة سابقا في الرملة البيضاء ما رح تردد أبدا لجوء إلى الخضاء ومقضات من أساء استغلال السلطة وخاصة في الإدارات عن بيانا أكد وزير المال علي حسن خليل في إفطار المكتب العمالي لحركة أمل أن التراجع المالي والاقتصادي أصبح في خطر يوم الثلاثاء القادم طلبنا من دولة رئيس الحكومة أن يحدد جلسة خاصة لبحث الوضع المالي والاقتصادي وسأكون صريحا في مقاربة هذه المسألة حث رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان على الإسراع في إعادة الحياة الدستورية إلى طبيعتها عبر انتخاب رئيس للجمهورية للحد من التدهور الاقتصادي الذي يساهم في تآكل المؤسسات ويرتب على الدولة خسائر إضافية داعيا إلى البحث في كيفية تأمين أفضل الشروط التقنية لإنشاء سجن بعيدا من تسييس الملف أو تطيفه أكد مفت الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في حفل إفطار في طرابلس أننا نريد مشروع الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها على السياسيين أن يعمل خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان أنا أتكلم مع السياسيين الذين يقومون بمهمة التعطيل في زمن يبحث فيه كل اللبنانيين عن حل لأزماتهم زار العميد مصطفى حمدان الأمين العام للحزب الشرعي اللبناني حن غريب مهنئا بتوليه منصبه قانون الانتخابات هو المفتاح ونقطة الانطلاق لإنتاج نظام لبناني جديد نحن بحاجة لمرحلة انتقالية نقدر من خلالها تثبت حضورنا تقدم حالة بديل بوجه هذا العجز داخل هذا النظام اللي مستمر شره ثلاثة أربعة سنين عم بيعيش حالة الشلل صدر قرار قضائي بوقف العمل في مطاحن لبنان الحديثة وأن لا يعاد العمل فيها إلا بعد إصدار خبيرة معينة من المحكمة تقريرا يبين أن المطاحن قامت بتعديلات لازمة تؤمن الحد الأدنى من الجودة والسلامة في المنتجات التي تبيعها جينا اليوم بصدد تنفيذ الأرار القضائي يبدو بعد ما بدأولي القيمين على هالمطحن بس العمال اللي للأسف يعني اتعرضوا بالشتائم والسباب لأننا بمحاول منه لا مانعنا من تنفيذ هالأرار هذا نفذ العمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما في مبنى المؤسسة للمطالبة بحقوقهم بما أنه هالمؤسسي مثل ما نبين أنه راحل التشرك نحن أكيد اليوم هو إضراب تحزيري مش بس بهالموضوع هذا بموضوع قصة مطالب حول العمال اللي هي تفسرت بلغة مغلوطة هذا ووجهت مؤسسة كهرباء لبنان انذارا إلى النقابة لتخطيها صلاحياتها مطالبة وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المخالفات القانونية التي ترتكبها وأكدت الوقوف إلى جانب العمال في مطالبهم المحقة بعد الإعلان لا تهاون مع الأرهاب واقس يبني سفينة نوح أهلا بكم من جديد بين العقوبات المصرفية على حزب الله والانتخابات البلدية إضافة إلى الحراك الشعبي العام الفائد خط متصل يمتد إلى الانتخابات النيابية العام المقبل أحيانا كثير اقترابك من الصورة لمحاولة فهمها يبعدك عن حقيقة المشهد العام الفنان الفرنسي برنار براه يجمع بين عناصر تبدو متنافرة للوهلة الأولى ليصنع من ترابطها صورة مدهشة قد يظن البعض أن زعماءنا آلهة يفقهون في دقائق الأمور وخباياها غير أنهم على الأرجح أقرب إلى كونهم فنانين كبرنار براه يحاولون من خلال ربط بعض الأحداث والمواقف صناعة صورة تفسر لهم أفضل المسارات السياسية بالنسبة إليهم لتطبيق هذا الفرض الذي يؤديه السياسيون يجمع وزير العمل السابق شرب النحاس ما بين أحداث ثلاثة يفصل بينها عام من الزمن ليعود ويربط بعضها ببعض لمحاولة فهم الاتجاه السياسي القادم على البلاد شدنا بلبنان ثلاث شغلات بإيار 2015 يعني من سنة وشهر تقدم قانون بالكونجرس الأمريكي يلي بيعتبر أنه كل المؤسسات المالية بالعالم يلي بشكل مباشر أو مش مباشر بتتعامل مع حزب الله أو مع من يتعامل مع حزب الله بدأ توقع تحت الحضر شغلة تانية خلال الصيف الماضي حجة فضائح الزبالي حسطة تظاهرات كتير كبيرة أرعبت أركان السلطة تالت حدث هو أنه جرت انتخابات بلدية شي كتير غريب تجرى انتخابات بلدية ببلد مثل لبنان يلي طيرت مرتين الانتخابات النيابية ليش حسطة انتخابات بلدية وبعدما أظهرت الانتخابات البلدية خلخلة كبيرة في القواعد الشعبية لدى عدد غير قليل من الأحزاب والقوى السياسية تأتي الإجابة هذا الأمر يصعب تصور أنه حصيل انتخابات بلدية إلا إذا كان فرض إجراء الانتخابات البلدية ليش فرض إجراء الانتخابات البلدية كجس نبض أردته قوى خارجية لموازين القوى المحلية أتت الانتخابات الأخيرة ومن نتائجها تشير المعطيات السياسية إلى اتجاه هذه القوى إلى تجديد الطاقم السياسي المتخبط في انتخابات نيابية ستجرى بعد عام ومن هنا تأتي وظيفة العقوبات المصرفية على حزب الله بحسب نحاس حتى لا يقتصر الإرباك الشعبي على طرف محلي من دون الآخر السؤال هل نهاية هذه المرحلة الانتقالية لح تروح باتجاه بناء دولة مدنية وقادرة ولا لح تروح إلى صيغة تتلقى المفاعل الخارجية وغير قادرة ولا طامحة إلى التأثير فيها ما يدعم من تركيبة هذه الصورة مواقف النائب والجملات الأخيرة المحذرة من النقمة الشعبية إضافة إلى استقالات الكتائب وكثرة الهاربين من ضفة السلطة لملاقات النفس الشعبي الناقم ليكون من ضمن الصورة الجديدة التي ترسم غير أن الصورة تبقى مجرد صورة تستطيع أن تنظر إليها من اتجاهات مختلفة أمر واحد فيها نستطيع أن نجمع عليه وهو أنها في أصلها تتكون من مجموعة من النفايات جدغسن قناة جديد حفل تخريج دورة سلاح المعرفة في الكلية الحربية واللواء عباس إبراهيم يؤكد أن لا تهاون مع أي إرهابي أو عدو أقيم حفل تخريج دورة سلاح المعرفة للضباط الإختصاصيين المتمرنين وتلميذة الضباط في مبنى الكلية الحربية الفياضية في حضور حشد من أهالي الخرجين وتم تقديم الشهادات للضباط الخرجين البالغ عددهم 42 ضابطا وكان للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كلمة أكد فيها على أن أمن لبنان واللبنانيين والمقيمين على أرضه حق لكل هؤلاء وهو واجب سيؤدونه ببسالة خصوصا في ظل الظروف التي يواجهها وطننا على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية وخصوصا الإنسانية كقضية العسكريين المخطوفين فضلا عن ملف الوافدين السوريين وأمور أخرى تخرجكم جزء من كل وضعناه في خطة تطويرية منذ تولينا مهماتنا في المديرية العامة للأمن العام الساعية دوما إلى تطور النواري وكلمين في خدمة لبنان من جهته أكد اللواء الركن محمد خير أن الجيش سيبقى سدا منيعا في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتزامه القاطع هو حماية البلاد مما يخطط له العدو الإسرائيلي والإرهاب مهما كانت المصاعب والتضحيات عطفا على التقرير الذي عرضته قناة الجديد في نشرتها المسائية بالأمس حيث ورد فيها أن المطران كيرلوس سليم بستروس يطمحوا إلى تبوء سدة البطرياركية أوضحت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أن المطران لم يقل أي كلام في موضوع ترشحه أو ترشح أي مطران آخر إلى سدة البطرياركية لا من بعيد ولا من قريب وقد أوضح ذلك في سياق المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه في سياق التقرير أما الآن فننتقل إلى فن الخبر وزميل شادي خليفي شادي مساء الخير مساء الخير داليا شو الأخبار اليوم؟ يعني مختصر مفيد في عنا اليوم داليا جولة على عدة أخبار من عدة دول رح نتابع تفاصيلها سواه منتابعك المسلسلات الدرامية هي الوجب الأدسم خلال شهر رمضان وألفت الانتباه شاب سوري اسمه عبد الرحمن الدندشة من حمص بيطل دقائق ببرنامج حمص وود على موقع يوتيوب لينتقد ثغرات المسلسلات السورية بطريقة مهضومة تعالوا لنشوف إعلان باب الحارة آدم طلع من الجنة والسبب حوى الحرب البسوس اللي بقيت 40 سنة كان سببها مرة حرب البسوس ما صارت مشان مرة صارت مشان ناقة لأن في ناقة فاتت بناقات حدا تاني قام هذا الحدث تاني زعل من نوعه 40 سنة يلي عامل إعداد أهم إعلان لأهم مسلسل بالوطن العربي على أهم قناة بالوطن العربي ما معزب حاله مدور ديقتين بس بالإنترنت فود جوجل ما هو سبب معركة البسوس أثار نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو ضج بانتزاعه مايكروفون من إيد صحافة كان عم يوجه له السؤال ورمى الميكرو بالبحيرة خلال تواجده بفرنسا حيث عم يشارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم وظهر المهاجم البورتغالي بالفيديو محاط بحراس الأمن ويبدو أن تصرفه العداء تجاه المراسل سبب الضغوطات اللي عم يتعرض له والأحباط بسبب أداءه المتواضع خلال البطولة بالمقابل وخلال رسالة تليفزيونية مباشرة ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم شاهد ألاف المشاهدين مطاردة شرطة لحرام هربان على ما يبدو نشأ الحقيبة وشرطة آخر لحق للقبض على السارق وهي من اللحظات التليفزيونية النادرة سفينة نوح تعود من جديد وهالمرة بولاية كانتاكي الأمريكية قص يضع كينهام بدأ بالمشروع من باب دينه وأحدى ضج وجدل من قبل اللي بيدعو لفصل بين الدين والدولة بينما وجودها السفينة اللي طولها 155 متر وارتفاعة بعادل 8 طوابق بنفس حجم سفينة نوح رح يشكل دعم اقتصادي وسياحي للمنطقة الموجودة فيها مع هيدا الخبر منوصل لختم فقرتنا أعود إلى عندك داليا بعد الإعلان بدعة الشيخ ميزو أهلا بكم من جديد قرر مجلس الإماء والأعمار الموافقة على إلغاء قرار المجلس الذي صدر في شهر أيار الفائت والمتعلق بإسناد التزام مشروع إنشاء مركز موقت للطبر الصحي قرب نهر الغدير أو ما عرفه بمطمر الكوستا برافا وبذلك يكون المجلس قد أسقط المناقصة التي فاز بها رجل الأعمال جهاد العرب المقرب من أل الحريري وفي المعلومات أن المناقصة المتعلقة بمطمر بورش حمود كشفت السعر المرتفع لمناقصة مطمر الكوستا برافا ما دفع بالمجلس إلى إلغائها وإلى أخبارنا الدولية حيث تترنح بريطانيا اليوم بين الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه بانتظار الاستفتاء هذا الاتحاد الذي يضم 28 دولة أوروبية وقد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية في شكل اتحاد اقتصادي وتجاري ليتطور ويتحول إلى السوق أوروبية مشتركة وبعدها دخلت العملة الموحدة اليورو وحلت محل العمولات المحلية في أغلب بلدان الاتحاد ليتطور بعدها ويصبح له برلمان ومحاكم وأسياسة خارجية موحدة فتحت مراكز الاقتراع بوابها في أنحاء بريطانيا أمام الناخبين للتصويت في استفتاء تاريخي يضع بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام تحديات سياسية واقتصادية في خطوة مصيرية تبحث فيها بريطانيا عن دور سياسي أكبر في وجه الثنائي الألماني الفرنسي على الرغم من التنازلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إذا استفادت المهاجرين من مساعدات الرعاية الاجتماعية دخول إلى الاتحاد الأوروبي سمح الأمريكيين أعطاهم ورقة ضغطة بطير كبيرة لا يقدر يأثره بالقارة الأوروبي ككل عبر الرديف الأطلسي الأساسي الذي تاريخيا كان مربوط بعلاقات سياسية منتظمة مع الولايات المتحدة ففي ظل تنامي قوة الصين وعودة روسيا إلى الساحة الدولية كلاعب مؤثر سيؤدي خروج بريطانيا إلى إضعاف موقع الاتحاد هذا المشروع الأوروبي الذي يتكبد دربات كبيرة وخصوصا بعد اللجوء جعل البنك الدولي وكبار الاقتصاديين البريطانيين يجمعون على أن فاتورة الخسائر ستكون أكبر من الأرباح هلأ الاتحاد الأوروبي عم يوفرهم حرية انسياب السلع والخدمات واليد العملي والاستثمارات ورؤوس الأموال فيما لو أخذوا قرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدت تبرز عقبات كبيرة أمام حرية حركة هالأمور كلها حكما سوف تتجه بريطانيا في حال الخروج إلى اعتماد سياسي جمهوركي لحماية انتاجها تظهر استطلاعات الرأي تقاربا بين فريقي المؤيدين والمعاردين للبقاء فما بين مؤيد يرى في الاستفتاء فرصة لاستعادة السيطرة على ما يجري في بريطانيا بعيدا من إملاءات بروكسل وقوانين الاتحاد وبين معارض يرى في بقائها ضمانا لاقتصادها وأن في خروجها تأثيرا على مكانتها في العالم فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي في دائرة الخطر رواند أبو خزام قناة الجديد وزير الخارجي الإيراني يلتقي نظيره الفرنسي والبحث تناول ملفات محلية وأقليمية ودولية في زيارة هي ثالثة إلى العاصمة الفرنسية منذ توقيع الاتفاقية النووية بين طهران ومجموعة الخمس زائد واحد في تموذنا العام الماضي حضر الملف اللبناني في لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ونظيره الفرنسي القرار في إنهاء الفراغ الرئاسي يعود للشعب اللبناني لا أحد يستطيع أن يفرض عليه حلا من الخارج أو أن يصدع عفيته على أي طرف يتعين علينا أن نسهل الحل لا أن نتدخل بحثنا مع وزير الخارجية الإيراني في ملفات إقليمية عدة ومنها الملف اللبناني والسوري واليمني والسلام الإسرائيلي الفلسطيني من أجل إيجاد حلول لأزمات تهدد استقرار المنطقة والعالم واقترحنا إمكان التوصل إلى مبادرة يمكنها أن تخرج لبنان من أزمته الحالية هذا وهيمنت على محادثات ضريف في شقها السياسي الملفات الإقليمية المتمثلة في الحرب في سوريا والعراق والحرب على الإرهاب والوضع في اليمن وأمن الخليج شيخ مصري يوضع متابعيه ويقرر الانتحار في الأول أحب أقول الحمد لله رب المسلمين بسبب طريقة التعامل معه في مطار القاهرة قرر الداعي المصري محمد عبدالله ناصر المشهور بالشيخ ميزو الانتحار من خلال ألقاء نفسه في نهر النيل قرر الشيخ الذي يعرف بآرائه الغريبة والمثيرة للجدل كتبه في حسابه على فيسبوك فأحدث موجة من التعليقات جاءت سخرة في معظمها ورحى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يشجعونه على هذه الخطوة فيما سأل البعض الآخر عن موعد إلقاء نفسه في النيل إلا أن الشيخ عاد وتراجع عن موقفه بعد ثلاث ساعات فقط موضحا عبر حسابه على فيسبوك أيضا أن ما أعلنه لم يكن سوى لحظة غضب وحزن على توغل الإخوان والسلفية وسيطرتهم على المطار إعلان ميزو تراجعه عن الانتحار أثار موجة ثانية من ردود الفعل الساخرة فكتب على سبيل المثال أحد المعلقين يخسارة كنت حوزع شربات أما الآن فإلى تراندس وزميلة نور نور مساء الخير مساء الخير داليا يعني مواقع التواصل الاجتماعي دايما في عندها شي جديد يعني مش كل يوم يعني يمكن لحظة بلحظتها شوفي عندنا شي اليوم مزبوط داليا واليوم سناب تشات صار رئاسة تابعونا مرحبا بعد ما أعلنت الفنانة العالمية دامي لوفاتو من كم يوم عن توقف استعمال مواقع تويتر وإنستغرام لتقدر تحافظ على خصوصيتها تراجعت اليوم عن هالقرار فهي رجعت لتويتر بتغريدة بتقول فيها أنه هي بتحب محبينا ومتابعينا كتير لدرجة أنه ما رح تتخلى عن التواصل معهم بسبب الهيترز وأضافت أنه ما بتعرفش فكرت بلحظتها لحتى تاخد هيك قرار وتابعت دامي بنشر صور جديدة لقلعه على انستغرام وكأنه ما صار شي وهي دي لايك من تراندس سيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما اليوم صارت على سناب تشات فهي قالت بأحدى المقابلات أنه فتحت حساب سناب تشات لأنه حابة تتقرب من متابعينا أكتر وتشاركهم إياما ورحلاتها وتفوتهم على أجواء البيت الأبيض اتخذ قرار الاندمام لسناب تشات من بعض الإحصائات يلي عملوا المكتب السيدة ويلي بيّنوا أنه نص اللي أعمرهم تتروح بين 13 وال34 سنة اليوم على موقع سناب تشات فهي رح تستغل هالفرصة حتى توصل رسالتها لجيل الشباب رونالدو سرق الأضواء مبارحة على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما سجل هدفين بماتش بورتغال هونغاريا والليفت كان ردود أفعال رونالدو داخل الملعب يلي عملوا منه نالناس آخر شي ميمز شاركون الكتار على تويتر ويلي أيضا لقى تعليقات من المغردين هي الورقة اللي حصل عليها رونالدو من المدرب ويلي كان فيها تعليمات خلال الماتش يعني فينا نقول أنه كريستيانو رونالدو محتل مواقع التواصل الاجتماعي بأخباره هالأسبوع هؤلاء كانوا ترنز الليلة نشوفكم بكرة بنشرة جديدة كان في النشرة هجوم المسلح داخل مجمع للسينما في ألمانيا ومقتل المنفذ في لبنان تحذير موثق عن سيارة إسعاف مفخخة واستنفال أمني معلومة الإسعاف صحيحة وهي من الدرجة الأولى يعني المصدر الذي جاء بهذه المعلومة هو مصدر أجهزة الأمنية اللبنانية تقاطع مع معلومات جهاز أمن المقاومة جنبلات أفطر على مائدة الوفاء للمقاومة القرار الظني في قضية نتالي صلبان العاملة المنزلية أغرمت بزوجها فقتلتها بريدانيا تستفكي بقاءها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما لو أخذوا أرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدأت تبرز عقبات كبيرة رونالدو رمل مايكروفون ومطاردة مباشرة على الهواء والسيدة الأولى على سناب شات نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر